موسيقى موسيقى تدنا فيه مع وضوع الجاني من منتصف أغسطس حتى هذه اللحظة عملية الجاني مستمرة عند أغلب المزارعين المساحة المنزارع عندنا هنا في محافظة فيوم وصلت لـ 20 ألف فدان من 335 ألف فدان على مستوى الجمهورية اللي زادت بمعدل 100 ألف فدان عن العام السابق ودي حاجة كويسة ومباشرة جدا تبتدي عملية الجاني أن الفار بينزله عندنا من بعد الفجر مباشرة بينزله الأرض بيجمعه المحصول يخدوه يعبوه في الشكاير اللي هي الخيش عشان موضوع التلوث وخلافه وبعد كده بعد ما بيجمع المحصول بيبتدي حطه في الشكاير عشان يورده لحلقة التسويق بعد كده بالنسبة لدور معهد بحوص لطن في هذه المنظومة نحن بنقوم بعمل الحملة القومية لنقوم بمحصول لطن عاملين حلقات ندوات إرشادية للمزارعين من خلال التعاون مع معهد بحوص لطن وزارة الزراعة وإدارة الإرشاد الزراعي في المحافظات المختلفة ومنها محافظة الفيوم بحيث أن احنا بنوع المزارع بالممارسات اللي هي يجب اتباحها عشان يقدر يجني محصول جيد منها الفطام في المعاد المناسب عدم الري بغزارة عدم التعطيش في النباتات مكافحة الآفات في نهاية الموسم مكافحة الحشائش اللي هي موجودة وكل دوت عشان نطلع محصول جيد بالإضافة لعمليات التسميد اللي هي عمليات التسميد بالبوتاسم عشان نطلع محصول جيد وممتاز يتميز بالجودة العالية بالكمية الانتاجية العالية مساحة القطمة عندنا السنادة الحمد لله زادت بسبب أن الأسعار السنة اللي فدت بدأت تتحرك وصلت إلى 4000-4500 فالمساحة زادت كان عندنا السنادة 1578 فدان قطمة وعندنا 1060 فدان طفيل الترايكو جراما طفيل الترايكو جراما ده عبارة عن مقاومة حيوية ما بنرشفش مبيدات بنعمل إطلاقها كل 10 أيام للفدان ودي بتعطي نتائج أحسن وبتعطي الشركات بتحب الحاجات اللي هي الحيوية دي لأنها بتصدر بمبلغ كبيرة براء وإحنا إن شاء الله بنحاول إن شاء الله إن إحنا نزود المساحة بمساحة الطفيل اللي هي المقاومة الحيوية عشان المبيدات بنقلي منها لأنها بتعمل لنا تلوث بتعمل لنا مشاكل الحشان ناسا بتاخد مقاومة من كتر الرش مرة واثنين وثلاثة فتاخد مقاومة وبتبقى في النتيجة برضو بتبقى ضعيفة نحتاج ده بيرفع تكاليف الزراعة للفلاحة احنا يعني بالنسبة لمحصول الكطن في محافظ الفيوم بمصر إضاف زراعة الكطن وعقد المزاد لأول مرة يعني عقد بمدرية زراعة الفيوم كان قبل كده في حلقات التسويق أو في شوق بره المدرية عملنا المزاد الأسبوع قبل اللي فات في مقر قاعة الإرشاد بمدرية الزراعة للفيوم ووصلنا الحمد لله للتسعير كويس في القطن وكان 500 كان المزاد اللي فات جينا عقدنا للمزاد اليوم النهاردة بقاعة الإرشاد برضو مدرية الزراعة المزاد وصل لأربعة ميتة وربعمية وخمسين واربعة تلتمية وحاجات زي كده في المزاد النهاردة المزاد النهاردة عقدوا في 11 حلقة على مستوى محافظة الفيوم منافسة على 12 ألف كيس تقريباً وكسور دي مجمل عدد الكياس اللي تنافس عليها أو اللي تم المزاد عليها النهاردة في القاعة المزادية إن شاء الله أنا وارف يا أبنيني يا حلاوة عليك يا جميل أنا وارف يا أبنيني يا حلاوة عليك يا جميل طبعاً أنا مش عارف بالزبط هو مين يشتغل على التقارير بس اختيار أغنية عمر الجزاوي في الأول اختيار عبقاري لأنه مش من الأغاني المشهورة والمعروف ففي حد ناصح بصراحة هو اللي اختر الغنوة دي مين اللي اختر الغنوة دي يا أولاد الأشقية اللي في البرنامج دول حاجة وأغنية نورتها قطن النيل دي أغنية طول عمري كنت لما هاسمعها قبل كده بيبقى في عندي حالتين كده متضاربتين هي ارتبطت عندي هقولك أنا بفيلم الأرض بالزبط كده فعلى قد ما بسمعها وببقى مبسوط بالغنوة ومبسوط بالفكرة بتاعة القطن بتاعنا والزراعة على قد ما كنت أشوف الفيلم وكم الظلم الواقع على أهلين فلاحين ومزرعين اللي كانوا بيزراعوا القطن وازاي بيتم نزع القطن ده من بين ايديهم ومحمود المليجي وهو يا خبر يعني فكنت ببقى عندي حاسيس متضاربة ومشاعر متضاربة جدا والله دون مبالغة أول مرة أشعر بفرحة حقيقية كاملة دون أي تضارب في المشاعر وأنا بتفرج على التقرير وسامع الغنوة دلوقتي المنظر المبهج بتاع جمع القطن ده اللي هو مرتبط عند إحنا جيلنا شايف هذا المنظر في التلفزيون شوفناه في الأفلام يعني حلو وبرضو نفس القصة مسألة الوزن اللي هو ازاي بتوزن الإنتر ومش عارف إيه ويحطوا التلات عرضات حديد ويوزن عليهم والميزان إياه والكلام ده فهرجعك على إيه بقى؟ هرجعك على هذا المشهد مشهد أكتر من رائع قطن بيتجمع يتوزن فلاح ومزارع مبسوط خد بالك الأخونا اللي بيتكلم وقال على إيه؟ قال على الأسعار قال لك ما إحنا لقينا إن الدولة بتشتري من هنا بسعر حلو فروحنا مزودين المساحة بتاعت الزراعة يبقى هنا حاصل إيه بقى؟ مراعية للمزارع إنه يكسب وفي نفس الوقت أنا كده واللي بحق أهدافي إن أنا أزود الرقعة الزراعية وابدأ أغذي بيها المصانع بتاعتي والغزل والنسيج وما إلى ذلك في مخ الحكام هي أشجع جهوني طيب